اشتركوا في القناة بعد عقدين من الحكم جائزة شراع الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل تقول إلى التونسية أني أريج سحيري في المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات أهلا بكم مشاهدين الكرام في أولى نشرتنا الإخبارية تم صباح اليوم العثور على جثة المواطنة المفقودة منذ الخميس المنقضي في معتمدية جدليان بالقسرين بعد أن جرفتها سيول مياه الأمطار من وادي لقسيبة إلى وادي العجيجية بمعتمدية الروحية في ولاية سليانا أي على بعد 16 كم من مكان جرفها المدير الجهوي للحماية المدنية بالقسرين العميد يوسف العافي أكد أنه سيتم تسليم الجثة إلى وحدات الحرص الوطني بعد حضور النيابة العمومية وسيتم نقلها إلى المستشفى الجهوي لعرضها على الطبيب الشرعي لمزيد التثبت من هويتها والتعرف على الأسباب الحقيقية لوفاتها ثم تسليمها إلى عائلتها لدفنها ملفات السكن الاجتماعي بعدد من الولايات ما تزال تثير عديد التساؤلات حول المنتفعين بها وشروط الانتفاع في ولاية سليانا صادقت اللجنة الجهوية للمتابعة على القائمة الأولية للمنتفعين بعدد من المساكن الاجتماعية بمعتمدية جعفور وذلك في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في جزئه الثانية هذه المساكن الاجتماعية التي تم إنجازها بمعتمدية جعفور من ولاية سليانا صدرت مؤخرا القائمة الأولية للمنتفعين بها مع فتح باب الاعتراضات لمدة شهر وتتوزع المساكن أساسا إلى 30 مسكن فردي و93 مسكن جماعي بطبيعة الحال تمت المصادقة للقائمة الأولية بعد دراسة كل الملفات الواردة على مصالح الولاية واستكمال البحوث الاجتماعية ولاية سليانا أكدت أن تعليق القائمة الأولية وفتح مجال الاعتراضات يهدف إلى إضفاء شفافية على تحديد القائمة نهائية للمتفعين والتي خضعت لعدة مقيسة وفتح باب الاعتراض لمدة شهر لتدارس الاعتراضات هذية قبل الاعلان النهائي على القائمة النهائية وتحديد موعد لتسليم هذه المساكن بالتنسيق التام مع مصالح مع الوزارة الإشراف بالأساس وزارة التجهيز ووزارة الشؤون الاجتماعية وفقا معتها لمقيس قانونية وإدارية بحثة من جهة أخرى أكد ولي سليانة وليد العباسي أنه سيستأنف قريبا مشروع إنجاز عدد من المساكن بمعتمدية بورادة والذي تعطل بسبب بعض الإشكاليات العقارية بالنسبة للمساكن الاجتماعية في بورادة خاصة في المتعلق ببناء 128 مسكن اجتماعي نسبة تقدم الإنجاز بلغة 40% للأسف اكتشفنا وجود مع تأشكال عقاري قائم منعنا من استكمال البناء إن شاء الله أحنا معتها بتشريك سلطة المركزية لوزارتي أملاك الدولة والتجهيز في مرحلة متقدمة لفضل الإشكال العالق هذه اللي معتها منعنا من استكمال عملية البناء إن شاء الله في الأيام القادمة يتفضل مشكلة هذا ونرجع معتها أن نكمل بناء المساكن هذه وينتظر أن يتم تسليم هذه المساكن إلى مستحقها بعد استفاء مرحلة النظر في الاعتراضات أعلن مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي ترابلسي أنه ينتظر أن تسجل نسبة التضخم لشهر ماي للسنة الجارية خاصة في مجموعة من المواد الغذائية تراجعا ملحوظا ينتظر أن تسجل نسبة التضخم لشهر ماي للسنة الجارية خاصة في مجموعة المواد الغذائية الخضر والغلال الطازجة تراجعا ملحوظا بسبب وفرة العرض ما سيؤثر إيجابيا على تقلص الأسعار وفق ما أعلنه مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي ترابلسي وبلغت نسبة التضخم في تونس خلال شهر أفرير الماضي 10.1% مقابل 10.3% في شهر مارس المنقضي وفق المعهد الوطني للإحصاء وأبرزت ترابلسي تواصل المنح التنازلي لمؤشر التضخم للشهر الثاني على التوالي حيث انخفض المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك بـ 0.2 من النقاط خلال شهر أفرير المنقضي كما سجلت أغلب السلات المكونة للمؤشرين تراجعا في نسق تطور الأسعار مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة كما تتسم الفترة الصيفية بحسب المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة بتوفر المواسم الفصلية لعدد متنوع من الخضري بكميات هامة وذلك من شأنه أن يحسن العرف ويسهم في تقلص الأسعار تدريجيا وعلى الرغم من تأكيد المرصد على تحسن أوضاع التزويد وتسجيل انخفاض النسبي للأسعار فإن المواطن ما زال يواجه غلاء أسعار المنتوجات الغذائية وذلك بسبب تواتر المواسم الاستهلاكية وتدني مقدرته الشرائية في خمسي ولايات نابل وقفصة وتزر وجابس والقصرين سجلت القوافل الصحية متعددة الاختصاصات المنتظمة طيلة نهار أمس ببادرة من جمعية وان داي وان دريم بشراكة مع وزارة الصحة إقبالا مكثفا وقد شهد عدد من أقسام المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي بالقصرين إقبالا منقطع النظير من قبل أهالي ومتساكني الجهة الذين قدموا من مختلف المناطق الريفية والحضرية للظفر بخدمات هذه القافلة المجانية مواكبة للإقبال الذي شهدته هذه القافلة في ولاية القصرين في النقل التالي قافلة صحية وطنية متعددة الاختصاصات حتى تريحالها بالمستشفى الجهوي بالقصرين بدر الدين العلوي معززة بـ 25 طبيبا الطباء عينوا أكثر من 600 مريض مع توفير الأدوية خلال الفترة الصباحية القافلة صحية متعددة الاختصاصات اختصاص طب الأطفال، أمراض النساء والأوليد أمراض المفاصل، أمراض العيون وكذلك أمراض الغدد والسكر الأمراض الصدرية، أمراض المعدة اختصاصات أمراض الحلق والحنجر والأنف، أمراض الجلدية أخم تبي فيه 20 طبيب من القطاع العام والقطاع الخاص مشكورين للناس الكل، فما اللي يخدموا في المستشفيات وفما اللي يخدموا في القطاع الخاص الاختصاص متاعي، طب النساء والتوليد جينا بش نحاولوا نشوفوا شنوى موجود قدما نجم ونشوفوا مرضى ونعاونهم، جيبنا معنا زادة دوايات اللي موجودين بتواعة بش نعطيوهم واللي مش موجود، عنفالو بخيس كريخ ونشوفوا نتقصعوا شنوى الأمراض الموجودين، شنوى الحاجات الموجودة في الجيهة وشهدت مختلف أقسام المستشفى الجيهوي بالقسرين إقبالاً كبيراً للمرضى من مختلف المعتمديات سمعت باللي فما قافلة جايه الولايات القسرين عجبتني الفكرة هذه متع الدولة وبعتتنا بما أننا في معتمديد فوسين وولايات القسرين كامنا ناقصين اختصاصات برشة اختصاصات ناقصية منتع طبا جيت الهنا للقسرين بش نعاد جميع الاختصاصات لكن ثم إشكالية تنظيم ممرضين مشكلة تنظيم ناقص يسر 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 تنظيم وكانت هذه القافلة مناسبة للتعريج عن إشكاليات المستشفى الجيهوي بالقسرين بدردين العلوية الذي يحتاج الدعم بطب الاختصاص على غرار اختصاص الأنف والحنجرة حيث أغلق القسر منذ حوالي سنة لعدم توفر طبيب مختص الحلقة الأنف كما تعرفوا معناش طبيب منذ واكثر من ستة أشر يعني كان اكتباض صحيح موجود نظراً لأنه الاختصاصات ذا مش موجود في القطاع العام موجود كان في القطاع الخاص قافلة صحية وطنية نظيمت بالشراكة بين وزارة الصحة وجمعية واندي واندريم بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وشملت هذه القافلة الصحية الوطنية وليات القسرين نابل قفسة قابسة وتوزر جراحة التجميل والتشوهات الجلدية مثلت موضوع نقاشات أكثر من خمسين من المختصين في المجال من تونس وخارجها وذلك ضمن المؤتمر العالمي للجمعية التونسية لجراحة التجميل تقدم السن قد يترك أثاره على الجلد لتظهر التجاعيد التي تترجم الدخول في الشيخوقة ما يفرض عند البعض إجراء عملية التجميل التي تؤخر الجراحة وفق المختصين في مجال جراحة التجميل والترميم ويبدو أن الإقبال على مثل هذه العمليات في تصاعد ما يستوجب الدقة والحذر قبل إجرائها والبحث عن أخصاء في المجال لضمان نتيجة إيجابية هي اللسيدة اليغونية كذلك عندما ننجيكت في الوجه يبقى نقوله ما بين عشرة شروع وبعد يضوب وحده هكذا لشبهي خطر ما يقعدش هي تشمل الأماكن اللي هما بالعمر والغارقين كما نقوله تحويق العينين اللسيان هذو ساعات في الرقبة البقاء هذي التهبط دونك كنعبيوا المكان هكاية تظهر الوجه كنوشي معناها عنده نغموني اللي هي تصغر تباية حال فما أقبال كبير والطريقة هذية على خاطر ما فيها شي مضاعفات كبيرة ولا كيف تبدأ انتر دوبان الماء الطرق هما التوكسين البوتوليك كما معروف اللازير الفيل تنسور يعني الخيوط اللي نجمو نشد بيهم من الوجه بش نحسنو الفيلر معناها الكمبلومان نعبيو الغيد وطرق تغذية الجل أعمليات التجميل هذه عرضت ودرست خلال المؤتمر العالمي للجمعية التونسية لجراحة التجميل الذي يعقد كل سنتين ويستعرض آخر التقنيات في المجال مع تبهد للخبرات ما يجعل تونس تحافظ على مكانتها في جراحة التجميل والترميم ومنها إنعاش السيحة الطبية كما تناول المؤتمر في دورته هذه مواضيع منها نحط الجسم وتجميل وتشبيب الوجه والرقبة طلب كبير على جراحة التجميل طلب كبير على طب التجميل وإحنا في تونس حمدونا قاعدين نتابعون بش قاعد يصير في العالم بالطبية احنا دجا بش نكونوا ديما في الابتودايت معنى في المستوى متع العالم والتقنيات ويساهم بالطبية احنا معنى حمدو الله يربي تونس عندها ريبوتاشون بيهية عالميا المؤتمر الذي حضره ستون مشاركا من تونس وخارجها وإنقدم جديد التقنيات في هذا المن في أخبارنا العربية والدولية ونبدأها من تركيا فقد فتحت مراكز والاقتراع صباح اليوم أبوابها في تركيا للتصويت في انتخابات برلمانية ورئاسية تشتد فيها المنافسة خاصة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنتهي ولايته بعد عشرين عاما في السلطة وكمال كليتشدار أغلو الذي يرأس تحالفا من ستة أحزاب معارضة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بدأ الناخبون الأتراك بالتوفد على مراكز الاقتراع للأدلئ بأصواتهم في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدار مائة عام والتي ستقرر ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيواصل حكمه الذي بدأه قبل عقدين ويتنافس على منصب الرئاسة الرئيس التركي مرشح تحالف الجمهور الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وآخرة ومرشح تحالف الأمة وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليشدار أوغلو ومرشح تحالف الأجداد سينان أوغان هذا وكان مرشح حزب البلد محرم إنجي قرر الانسحاب قبل ثلاثة أيام من الاستحقاق الرئاسي في مقابل ذلك يتنافس 24 حزبا سياسيا على مقاعد البرلمان ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات حوالي 60 مليون و700 ألف ناخب وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات ربما تمضي لشولة ثانية في الثامن والعشرين من شهر ماي الجاري إذا لم يفز أردوغان أو كليشدار أوغلو المتنافسين الرئيسيين على الرئاسة التركية بأكثر من 50% من أصوات الناخبين وتظهر بعض الاستطلاعات تأخر أردوغان بفارق ضئيل عن منافسه ويشير هذا إلى عمق أزمة تكلفة المعيشة التي أثارتها سياساته الاقتصادية غير التقليدية هذا وواجه رجب طيب أردوغان رياحا سياسية معاكسة قبل انتخابات اليوم فبينما كان يعاني من تحميله مسؤولية أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد جاء الزلزال المدمر ليترك حكومته متهمة ببطء الاستجابة والتراخي في تطبيق لوائه بناء كان من المحتمل أن تنقذ أرواحا أما خصومه فيرون أن يوم الحساب قد حان في ذل حكمه الاستبدادي وقمع المعارضة والسجن منتقديه ومعارضي وسيطرته على وسائل الإعلام والقضاء والاقتصاد وتعهد خصوم أردوغان بإلغاء كثير من التغييرات التي أدخلها الرئيس الحالي على تركيا جدد المستوطنون اليوم اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات استفزازية فيما أصيب شاب فلسطيني برصص قوات الاحتلال عقب اقتحام البلد القديم في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وذلك بعد ساعات من دخول وقف اطلق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى صباح اليوم من جهة المغاربة ونفذوا جولات استفزازية ودخوصا تلمودية وفي أقضون ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقالات كثيرة جاء ذلك عقب إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهة اندلعت عقب اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وتم نقله إلى المستشفى اثر ذلك كما تم خلال الاقتحام اعتقال شابين اخرين بعد محاصرة احد المنازل في حارات القيصرية بالبلدة القديمة وبحسب الإغاثة الطبية اصيب فلسطينيان بشضايا الرصاص والعشرات بحالات اختناق خلال المواجهات تدورات الميدانية جاءت بعد ساعات من دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز تنفيذ وقال مسؤولان فلسطينيان لوسائل الاعلام ان المحتل الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة اتفقت على وقف لاطلاق النار بوساطة مصرية بدأ ساعة العاشرة من مساء امس وادعت القاهرة الجانبين الى الاتزام بالاتفاق وتنفذ قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ فجر ثلاثاء الماضية وقد اسفر عن استشهاد ثلاثة وثلاثين فلسطينيا من بينهم اطفال ونساء واصابة نحو مئات وخمسين مواطنا غالبيتهم ايضا من النساء والاطفال بالاضافة الى تدمير عدد من الوحدات السكنية بسورة كلية وتضرور نحو الف وحدة سكنية بالاضافة الى الحق اضرار كبيرة بالبنية التحتية تعرضت اجزاء من العصر مع غياب اي دلائل على استعداد اي من الفصلين العسكريين المتحاربين لتراجع عن موقفه في سراع اودى بحياة المئات رغم محادثات وقف اطلاق النار في السعودية تزامنا مع ذلك اصدرت سلطة وطيران المدنية السودانية قرارا بتمديد اغلاق المجال الجوية حتى الحادي وثلاثين من ماي الجاري امام كافة حركة الطيران باستثناء رحلات المساعدات الانسانية ورحلات الاجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص ونعود لشأن الوطني اختتمت يوم امس بمدينة الحمامات الدورة الثانية من مهرجان سينما الدولي ياسمين الحمامات والذي تنافس على الشراع الذهبي في مسابقاته الرسمية اثنى عشر فيلما روائيا طويلا واثنى عشر فيلما روائيا قصيرا وستة افلام وثائقية طويلة من اربعة وعشرين بلدا وقد كان لتونس نصيب من الجوائز والتكريمات اصدل الستار ليلة البارحة على المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات في نسخته الثانية سهرة الاختتام انطلقت بتكريم النجمة المصرية هلا صدقي عن مسيرة نهزت اربعة عقود من العطاء قدمت خلالها اعمالا درامية وسينمائية ومصرحية تابعها المشاهد العربي لي كل الشرف ان انا بتكرم في تونس بلد الثقافة وبلد الفن وانه في فترة قليلة اتكرم للمرة التانية حقيقي انا بشكركم من قلبي وكما قلت قبل كده كذا مرة ان اول تكريم لي في حياتي كان في برنامج تلفزيوني مع نجيب الخطاب الله يرحمه سهرة الاختتام تم خلالها ايضا الاعلان عن جوائز مسابقة افلام الموبايل المستحدث هذا العام في نسختها الاولى والتي قالت تنويها خاصا لفيلم الجولة الاخيرة لمريم بن يونس من تونس فيما ذهبت الجائزة الاولى لفيلم قرار لمحمد بن فراج من تونس ايضا جوائز الافلام الروائية القصيرة قالت فيها جائزة افضل فيلم للفيلم السومالي هل سيأتي والدي لرؤيتي وفي مسابقة الافلام الوثائقية الطويلة ذهبت جائزة شراع الذهبي مناصفة بين الفيلم اللبناني ما بعد نهاية لناديم مشلاوي والفيلم الروائية الطويلة فتم منح جائزة غاندي لأفضل فيلم ينتصر للقيام الإنسانية الداعمة لسلام الممنوح من اليونسكو للفيلم التشيلي اتاوى كاليتشي في حين آلت جائزة أفضل سيناريو لفيلم حم البحر المتوسط وتحصل الفيلم التونسي تحت الشجرة للمغرج إريجا سحيري على جائزة شراع الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل وقد تم على هامش حفل اختتام مهرجان السينما الدولي ياسمين الحمامات في دورته الثانية تكريم المخرجين التونسيين سلمة بكر وفريد بغدير بجائزتي الشراع الذهبي لمسيرتهم الطويلة وإسهاماتهم الكبيرة في السينما التونسية ماذا بي ماذا بي انشوف كيف غوض عيني يا حق الواء في أخبار الرياضة توجاء اللعب الدولي التونسي يوسف لمسيكني بجائزتي أفضل لاعب في البطولة القطرية لكرة القدم للموسم الحالي ونجح لمسيكني في تسجيل 13 هدفا وقاد العربي إلى التتويج بلقب كأس قطر قاد المدرب التونسي نصر الدين نبي فريق يونغ أفريكانس إلى التتويج بلقب البطولة التيزانية لكرة القدم التاسعة والعشرين في تاريخه كما خطى فريق يونغ أفريكانس خطوة مهمة نحو بلوغ المباراة النهائية لمسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية إثر فوزه في ذهاب الدور النصف النهائي على الفريق الجنوب أفريقي ماريمو جالانس بهدفين دون رد وفي البطولة الألمانية لكرة القدم تغلب بايرن ميونغ على شلك بستة أهداف دون رد في مباراة أقيمت ضمن الأسبوع الثاني والثلاثين وتحققت أهداف بايرن ميونغ الستة عبر توماس مولر وسيرج جينابري في مناسبتين ونصير مزراوي وماتي ستيل وجوشوا كيميتش نهاية النشر مشاهدين الكرام ونذكركم بعنوينها ملفات السكن الاشتماعي ما تزال تراوح مكانها وفي سليان عائلات تنتظر تسلم مفاتيحها بعد البت في القائمات الأولية الأتراك يدلون بأصواتهم في انتخابات حاسمة قد تنهي مسار أردوغان بعد عقدين من الحكم جائزة شراع الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل تأول إلى التونسية أريج السحيري في المهرجان السينمائي الدولي اسمين الحمامات ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على موقع التلفزة التونسية تحية طيبة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر